بمناسبة شهر رمضان الفضيل وتحت رعاية محافظة درعة أقامت كنيسة درعة للروم الأرثوذوكس وسائر المشرق بالتعاون مع مديريات الأوقاف بدرعة مأدوبة إفطار بحضور فعاليات رسمية وحزبية وأهلية وعدد من رجال الدين هذا هو المجتمع السوري أصلا فهم في هذا الحي بالذات شمال الخط فهم جوار فهم جوار في الكنيسة في المسجد في السكن في الحي هذا المجتمع السوري عمره آلاف السنين لن تستطيع مجموعات أرهابية تكفيرية تغييره متحابين متآخين اليوم رجل الدين والرجل الدين الآخر فهم سوية وكلهم نتحدث عن حب الوطن محتفلين بليلة القدر كل الفعاليات الدينية المسيحية والإسلامية موجودة بهذا الاحتفال بمدينة درعة اللي عم يترافق أيضا مع انتصارات جيشنا بدرعة بظل الانتصارات نحن أيضا اليوم مندعي للمصالحة ومندعي للسلام كنهج للوطن ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ونقول رسالتنا اليوم هذه هي درعة بكل طوائفها المسيحية والإسلامية التي تود الأمن والسلام لهذا الوطن طبعا هذا ليس غريب على الشعب السوري بشكل عام وعلى أهل درعة بشكل خاص هذه اللحمة الوطنية تتجلى في هذه المائدة التي أقبناها اليوم رجال الدين وجهوا رسالة تحمل في مضمونها السلام والمحبة لسوريا وجيشها العقائدي الصامد كما أنهم وجهوا أيضا دعوة لأبناء درعة الذين غرر بهم وما زالوا يحملون السلاح بأن يعودوا إلى حضن الوطن وينضموا إلى صفوف الجيش العربي السوري طبعا هي رسالة هي رسالة في النهاية نوجهها للعالم أجمع مهما حاولتم أن تنالوا من عزيمتنا فلن تستطيعوا لأننا على قلب رجل واحد لأننا نؤمن بإله واحد نؤمن برب واحد ونحن على ثقة بهذا الإله أنه سينصر سوريا لأن سوريا على حق سينصر سوريا سينصر قائد سوريا وجيشها الباسل المغوار نقيم هذه المائدة الرمضانية هذه المائدة المحبة كما تسميها الكنيسة بشكل دائم وفي هذا العام المبارك وفي هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر أيضا أحببنا أن تكون انطلاقا من هذا المكان المقدس من الكنيسة هذه المائدة التي تجمعنا دائما وهي صورة مصغرة عن سوريا الكبيرة التي تحمل محبتها لكل الناس هذا المكان الطيب المبارك من مكان البطريركي بيته من بيوت الله وهو كالمسجد ويعبر عن الألفة والمحبة بين أطياف الشعب العربي السوري كاملا هذه الرسالة الرمضانية في ليلة القدر المباركة نرسلها إلى كل السوريين بمناسبة ليلة عيد القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الجيش العربي السوري في هذه المحنة التي يمر بها وأن يعيد الأمن والأمان إلى ربيع بلدنا يا رب العالمين تبقى وحدة أبناء سوريا وتلاحمهم على السراء والضراء هو الأسمى والأقوى من كل معتدن أراد بهم شرا ويبقى رجال الجيش العربي السوري رمزا للشرف والإخلاص للأرض والعرض